نكمل الأخطاء المتعليقة بالحمية الخطاء الثاني الاعتماد على صنف واحد من الطعام بس يعني بس أنا أكل عناب ما أكل ولا شيء ثاني في ناس تسوي رجيم الحليب رجيمات عجيبة يعني في رجيم الزبادي اللي بس تاكل زبادي زبادي خالي الدسم في رجيم الديتوكس اللي بس مثلا فواكه أو عصغير أو شيء كذا خسارة سريعة صح أنه بينزل وزنه في أول أسبوعين بعدين كلهم عضلات وماي ولما أنت تخسر عضلات يعني خسرت على المدى البعيد المستوى الأيض بقل وبعدين بتخرب الرجيم لأنك مليت بعدين كذا بتصير نفسها هذي السايكل تتكرر أسوي رجيم يو يو دايتينج بعدين أحسني يعني كذا أوفوروامد بعدين أرجع أخرب الرجيم بعدين أبدأ من جديد ويزيد الوزن بدر ما ينقص يعني فش الحال فيه أن أسوي حمية متوازنة تحتوي على جميع المجموعات الغذائية عشان إذا أنا مقرر أني أغير نمط حياة مو أبغي خسارة خسارة في وقت معين سريعة وبعدين أرجعها هو الأحسن أن الإنسان يسوي حمية متوازنة فيها كل أنواع الأغذية يعني معصر الغذائية الفيتامينز المعادن كلهم ما يحصلهم الحاجة الخطأ الثالث الانتظار ساعتين لتناول وجبة بعد التمرين المقاومة خصوصا أو عدم تناول الطعام نهائيا يؤدي إلى خسارة عضلات أكثر الجسم لما أنا أخلص تمارين أقول خلاص أني رحت للجنب بعدين ما برجع برجع من الجنب بخسر السعرات اللي حركتهم في الجنب وبرجع آكل فلا غلط هذا أكبر الغلاط لازم نتناول حاجة عشان ما تتكسر العضلات لأن العضلات هي اللي تحرق السعرات الحرارية أصلا يعني فلازم لما أخلص التمرين أتناول وجبة أو أكل وجبة غنية بالبروتين والكربوهايدرات في مدة أقصاها 20 إلى 60 دقيقة في ناس أخذ هذا البروتين شيك معاهم يعني فعشان على طول غذي العضلات العضلات تكون يعني لسه متكسرة العضلات فتحتاج بروتين عشان تعيد بناءها يعني عشان تكبر العضلات خصوصا يعني هذا بس يقول لنا الصورة أنها أكل حاجة تحرق السعرات في اللي يسموها البروتين اللي قبل التمرين وفي اللي بعد التمرين اللي قبل التمرين أخذ حاجة فيها كربوهايدرات عشان تعطيني طاقة عشان أتمرن شوف مثلا فيه الموز وفيه الشوفان وفيه الخبز الأسمار وفيه هذه البطاطا الحلوة بعد التمرين أكلها من 20 إلى 60 دقيقة تقريبا يعني تكون هذه عشان العضلات يصير لها فشنو تحتوي على تشكن وبراون رايس مثلا على دجاج وعيش بني بعدين توست مع بيض أو بروتين بار هذي فيه أشياء غنية بالبروتين أهم حاجة وفيها كاربس في نفس الوقت يعني طيب شنو بعد الخطأ الاكثار من الأكل الصحي دون حساب سعراتها الحرارية مثلا المكسرات والأفوكادو التي تحتوي على كميات دهون عالية وإن كانت مفيدة فهي غنية بسعرات الحرارية شوف هذا السنجاب أكل توماني ناطس فحس إنه خامل بس لازم أحسبهم من ضمن السعرات الحرارية التوتل حقي أنا مثلا عندي 1400 سعرات حرارية أحسب احتياجي ما أكل الأكل الصحي الزيادة نفس الأكل صح إنه بتستفيدي منه بس يعني يضال فيه سعرات حرارية فأنا كل حاجة بحسابها من التوتل لسعرات حرارية المجموعة حقي يعني كل حاجة أحسبها طيب فيه شنو بعد الاعتماد على عدد السعرات الحرارية بغضر النظر عن نوعية سعرات الحرارية مفيدة أو غير مفيدة على سبيل المثال مثلا عندنا الكتكات اللي فيها اثنين مثلا فيه 120 سعرات حرارية والموزة نفس الشي فيها تقريبا 120 سعرات حرارية لكن سعرات الحرارية من الشوكولاتها خصوصا الغير داكنة ما عندها نفس القيمة الغذائية لأنها مليانة بالسكر أصلا سعرات كلها جاية من السكر بعكس الموزة فيها بوتاسيوم يحافظ على سوائل في الجسم يحسن الإنسان بالارتواء خصوصا في وقت الصيام ويساعد على تشافي العضلة بعد التمرين فأنا نفس الاثنين لم أطالع فيهم اكل شوكولات كتكات والله اكل موزة الموزة مفيدة السعرات الحرارية بيستخدمها جسمي بينما هذاك سكر يعني اوكي نحن ما بناكل شوكولات بس نحسبها من ضمن احتياجنا وناكلها بكميات قليلة يعني عشان كذا توازن هو السبيل الأمثل تخصص يومان فقط لتناول الشوكولاتة أو تناول قطعة صغيرة منها اكل بس هذه مثلا التشوكولات حقت سنيكرز هذه الصغيرة مثلا او اكل كتكات او اكلهم بس مرتين في الأسبوع على حساب يعني بنكمل لسه في اخطاء في المرة الجادة